اهلا بيكو طالبات وطالبات تلتة سنوية وده الاختبار العاشر وان شاء الله ما يكونش الاخير يعني بالنسبة لليلة الامتحانة جماعة هيبقى ان شاء الله فيه اكتر من فيديو لو لو لقيت من هنا ليلة الامتحان فيه تفاعل مع عشر اختبارات وفيه كان عشر امتحانات شاملة قبليهم يا جماعة لكن طالما فيش حد بتفرج على الفيديوهات طب نعمل ليه يعني طيب تعالي نشوف الاسئلة المهمة دي جماعة وست جمل او ست اسئلة على الجرامر تلاتة منهم بيبقى على كل سؤال دركتين وداخل فيها قواعد تراكمية جماعة وعندك كل الفيديوهات الخاصة بالقواعد التراكمية سواء قاعدة ويش وف اونلي حالات الشرط بتاعة الكنديشنل في قواعدة اف عموما والكوستشن تاج بقى السؤال المذيل والكون تابل والانكون تابل الكلمات التعد والاسمال التي لا تعد واستخدامات ا وان وذا وكل القواعد التراكمية اللي هي مرت في اول او تانية سنوي وبرضو انت مسؤول عنها في امتحان سنوية عامة انا اقترح انك انت يعني حاول تشوف اكبر قدر ممكن من الحاجات دي عشان ما تفاجأش بسؤال في الامتحان اول جملة بتقولي I wish I hadn't sold my car وده نوع من الاسئلة بيجبهولك بيدينهم لو يقولي this sentence means يعني معناها كجرامر تاني بقى بطريقة تاني يعني ريفريزنج بقى ولا برافريزنج عشان اعرف انا دلوقتي لما يديني wish يا جماعة ويستخدم بعدها post perfect ماضي تام زي كده استخدام الماضي التام بعد wish بيدل على الماضي فالقاعدة دي بتفيد ان الشخص اللي بيتكلم ده بيندم regrets بقى ايوا بيندم على شيء في الماضي سواء بيندم انه عملوا او كان ممكن يعملوا فبيندم انه ما عملوش على حسب بقى السياق بتاع الجملة فهنا بيقولي I wish I hadn't او ياريتني ما كنت بقىت العربية القديمة اللي كانت عندي كان زي الفل يا خرفترة طيب يبقى ما كنت يبقى انا بندب ان انا بقتها ده المعنى بتاع الجملة او ياريتني ما كنت بقتها فبعبر عن استخدام wish والماضي التام يا جماعة باستخدام regret وال ING لما ينفعش الطول طبعا باستخدام regret وال ING طب بقى الجمل لا بقى الجمل لها حاجة معاني تاني بقى I should have sold كان المفروضة بيعها بس انا ما ببعتهاش مش هو بقى ده معنى الجملة I could have sold كنت قادر بيعها وكان قدامي زمون كويس بقى وبيعها بسعر كويس بس انا قلت مش هبيعها وده مش معنى الجملة if only if only زي I wish يا جماعة if only I sold ياريتني كنت بعتها وهو بيعها هو بيندم ازا I regret selling استخدام regret وال ING يدل على الندم على شيء في الماضي يا جماعة كان سهل جدا وان شاء الله هنجيب له 14 جملة بتقول لتشوز دول صح السؤال التاني بيقول له have you finished painting the room that's amazing استخدام that's amazing ده يا جماعة مش حاطتها كده اعتباطا في الجملة ده شيء مندهش اذا هذا الرجل مندهش من انه ايه ده انت خلصت دهان القوضة بالسرعة دي او كده ان الشخص عمل حاجة sooner than expected باسرع مما كان متوقع وده استخدام already في السؤال طيب لو انا سألت بيت بقى ما احنا عارفين يت بتيجي في نهاية السؤال have you finished painting the room yet دي معناها معرفش اذا كان اصلا خلص ولا لأ فالسياق هو اللي بيحكم اختيار already في نهاية السؤال يا جماعة طيب السؤال التالت when you come back home لما ترجع ان شاء الله اده استخدام المدارع بعد وين زي ما قلنا كده يا جماعة الروابط الزمنية اللي بيجي بعدها مدارع والتاني بيبقى نوع من الفيوتشر وزي ما هنشوف بقى ايه طلع ايه هنا ولما ترجع ان شاء الله ده النهاردة بعد الظهر مثلا بكرة يبقى انا استخدام المدارع مع وين وافتر وبيفرو تلو ان تلو ذا مومنت وانس والكلمات دي يا جماعة بيدولها عالمستقبل مدارع بس بيدولها عالمستقبل طب بعدين في مدارع تاني بيدولها عالمستقبل باستخدام مع جداول الموعيد لما تكون فعل واحد في الجملة يقولك The train leaves at seven a.m. مثلا The plane takes off تقلع at nine p.m. تمورو مثلا ده في جداول الموعيد وبتبقى جملة واحدة لك انا انا بتكلم على الروابط اللي بتربط جملتين زي كده وباستخدم معاها فعلين في جملتين واللي بعديهم مدارع او مدارع تام خلي بالك والقاعدة دي قلناها كزا مرة وما تخلطش بينها وبين قاعدة الماضي حدث حصل في القاعدة اول وحدث حصل بعديد قاعدة تاني اللي موجودة عندك في unit one unit two sorry طيب لما هتيجي من الشغل ان شاء الله I the house باقي الجملة هو اللي بيحدد بيقوله so لذلك يبقى you can help me طب you can help me يبقى انا في الوقت ده مش هكون خلصت يبقى انا في الوقت ده هكون مستمر في هذا العمل الكلينج هيبقى لسه شغال يبقى بستخدم المستقبل المستمر will اهو جاي مع still will still be cleaning will still be cleaning will still هكون لسه مدلت بانظف يبقى you can help me ساعتها مش هتسيبني بشتغل وانت هنظف وانت هتتفرج وهتطلير يا سيد طيب اذا يعني ممكن يبقى future تاني اه اللي هبصة لما تيجي بقى ان شاء الله I will have finished هكون مستقبل تام وهكون خلصت النظافة so we can dying out اهو فممكن نتعشى برا مثلا يبقى السياق هو اللي بيحكم اختيار نوع المستقبل اللي بيجي مع رابط زي هوين يا جماعة لما استخدم بعدين مدرعة ومدرعة التاني future اهو ممكن يبقى future عادي when I finish cleaning the home the house مثلا I'll call you لما خلص هتصل بي when I have finished cleaning I will call you وهكذا فخلي بالك افهم الجملة الازمينة عايزة تتفهم يا جماعة والازمينة للأسف واخده ربع المنهج ربع المنهج اه يونت 1 و2 و3 ازمينة ويونت 7 اربع وحدات طيب عشان كده تلاقينا غالبا بنحط جملة في الازمينة في الامتحانات for their wedding anniversary احتفلوا بقى بعيد الزواج there يبقى راجع على ميري وجوزها اكيد يعني فميري ماشاء الله ميد ميري ميد وحفلة كبيرة ويبقى واضح من الجملة ان مش ميري اللي عملت لان لو ميري عملت كان قالك ميري ورجح جايب الفعل ميد هنا مثلا ميري ميد كده عملتها بنفسها وجملة مترتبة الترتيب الطبيعي فاعل فعل مفعول اوه يبقى هنا قلبنا بقى على الكوزة في فوربز يا جماعة وترجع ترجعها بالتفصيل في الواحدة الستة الأفعال السببية لت وميك وهب وجيت وهلب وألو وكوز السبعة دول رجعهم في الواحدة الستة وعندك الشرح بتاع الجرامر موجود بالتفصيل يفضل بقى عايز يا ترى اختار ايه بقى ألا ولا لت ولا هف ولا كوز على حسب اللي بيجي بعديهم اه بيك كيك ميد ايه ده طب ميد ده ميد ده يطلع ايه ميد هنا ده تصريف ثالث اه يا ترى ايه اللي يجي بعديها مفعول البك كيك اللي هتتعاملها هي وتصريف ثالث هي هاد بالزبط يا جماعة اسمها هاف سامثينج هاف مفعول تصريف ثالث طب ما ممكن جيت طب ما فيش جيت يعني ممكن هاج يعني كان ممكن تبقى ميريك جات بك كيك ميد صح كان ممكن لكن انا بستخدم اللاو اللاو بيجي بعديه طو والمصدر لت بيجي بعديه مصدر من غير طو كوز يجي بعديه مفعول طو والمصدر اذا البقين ملهمش علاقة بالتركيبة بتاعت الجملة ده السؤال الرابع والسؤال الخامس بقى خلي بالي من نوعية الاسئلة دي يا جماعة انهي جملة في دول كوركتلي ستركتشورد يعني الجرامر بتاعها صح على حسب الجرامر اللي انت درسه سواء جرامر عادي اساسي او تراكمي مفيش مشكلة تعال نشوف الجملة دي لبرت يعني متعمد يعني الامر ممكن يكون متعمد او ممكن يبقى اكسدنت حاجة حادثة بالصدفة او غير مقصودة يعني طيب فبيقول ليه بقى it may have been deliberate يمكن يكون مقصودة or it could have been an accident حتى لو احساسك ان الجملة الاولى هي اللي صح اقررت ثلاثة البقين وتأكد انهم فعلا ما ينفعوش طيب نجي في التانية يبقى هنا استخدم ايه may عدم تأكيد في الماضي may have could have عدم تأكيد برضو في الماضي طيب وبعدين it must have been deliberate اكيد كان متعمد or it could have been an accident طيب ازاي اكيد ومحتمل في نفس الوقت طيب هنا it may have been deliberate احتمال or اكيد ازاي احتمال واكيد ازاي اكيد واحتمال ده استهمال طيب it may have been or it can't have been ممكن يكون متعمد او ممكن ما يكونش مؤكد طيب ما هي نفس المعنى it may have been deliberate or it can't have been واستحالة تكون انا اقصد اقول ان يا جماعة في الجملة الاولى انا بستخدم نفس الحاجة بستخدم نفس الحاجة بستخدم نفس الحاجة لازم بقى فيه اه توازي في الجمل يعني انا بستخدم هنا استخدام may هو اللي بيدل على عدم التأكد لكن كانت هابين دي النفي بتاع مصد بتاعت التأكيد بس تأكيد بالنفي يا جماعة أنا متأكد ان دا ايه مش صدفة مش متأكد ان دا مش صدفة يعني متأكد ان دا متعمد وده مش معنى الجملة وبالتالي الأخيرة ما تنفعش إذن هنا استخدم مي هنا استخدم كد فمي وكد وميت هما اللي بيفيدوا لاحتمال ومعاهم هابو تصيف تالت لاحتمال في الماضي طيب الجملة اللي زي كده محتاجة فكر زي ما قلنا جماعة في كذا حاجة يا ترى الزمن مضارع ولا ماضي يا ترى مثبت ولا منفي يا ترى معلوم ولا مجهول يا ترى وهكذا طيب الجملة رقم ستة برضو هنا بقى تخلي بالك جدا لان بيقول لي which sentence is not correctly structured مش جرامر صح يعني في تلاتة غلط وفي جملة واحدة هي القاعدة بتاعتها صح تعالي نشوف بيقول لي the jungle jungle غابة a forest صح in which the tribe القبيلة lived كانت تعيش فيها وبعدين was full of strange and unusual animals حيوانات غريبة وغير معتادة طيب which the tribe lived طيب نشوف الجملة التانية the jungle which the tribe lived in ايه دا حلوة دي was full of strange and unusual animals طيب نشوف التالتة اقرق قمل بالراحة وعلى ميه لك جملة التالتة the jungle that the tribe lived that the tribe lived in was full of the jungle where the tribe lived in was full of تعالي نشوف بقى ليه الاختيار الاول هو اللي not correct يا جماعة اللي مش صح هنا بيقول لي لا لا سوري صح the jungle in which اه انا عندي اه بلازم فيها ان هو لازم فيها حرف جر صح هي اصلها the tribe lived in the jungle انت لما بتعيد صيغة الجملة لما بترجع الجملة لاصلها بتكتشف وجود حرف الجر ويدي اكبر مشكلة في حكاية ضمير الواصلة جماعة يتارك جملة فيها حرف جر ولا ما فيش طيب رجعها الجملة رجعها الاصلها the jungle sorry the tribe the tribe lived in the jungle وبعدين the jungle was full of strange and unusual animals يبقى the jungle in which اه وانت واحد ان in which دي لما يجي احذفها which وحرف الجر طالما بيستخدم للدلالة على مكان قادر احط مكانها where فتروح طالع على طول على الاختيار الاخير the jungle where واحذف which وحرف الجر طب تعالي نشوف هو اعمل كده the jungle where the tribe lived in نعم lived in ازاي طبما انا المفروض احذف in دي طالما هستخدم مين طالما هستخدم where اذا الجملة دي غلط طيب تعالي نشوف الاتنين التانيين ليه صح ما خلاص ليه صح قادر ويتش هاي بس جاب ان في مكانها هي اصلها left in the jungle مش كده فقدر استخدم which واسيب حرف الجر ومكانه قادر استخدم ذات مع غير العاقل برضو وحرف الجر يفضل مكانه ايه الخطأ اللي موجود ان انا استخدم where واسيب حرف الجر موجود في الجملة يبقى دي الجملة اللي مش صحيحة كجرامر واو طب كويس فين بقى اللي اغضر اللي اغضر هو طيب كده فهمنا ليه دي خطأ ليه التلاتة اللي بقين صح الباقي بقى سعيد بس برضو في جمال عايزة افهم لست نايت اي ريسيفد ذا نيوز انا بوصف الخبر ذات ماي فريند فادي هاد ضايد الله ارحمه يبقى انا بوصف الاخبار يا جماعة اقول يبقى اللي فيها صفة اهو شاكت وشاكينج انت عارف ان شاكت دي اقول اي وز شاكت باي ذا نيوز اي وز شاكت ات حاجة لكن شاكينج دي لغير العاقل بوصف الحاجة اللي اثرت علي شاكينج لكن شاكي اظلم دا الفيرب شاكينج لدا الادفير بالحال ملوش علاقة يبا هي شاكينج نيوز طيب نيجي للجملة رقم تمانية دا راجل عنده خوف كان من فبيقول كده التغلب على خوفي من التحدث امام الجمهور وتغلب بالفعل وده كان حدث عمل حياته غير حياته ثقة تدور على فرص جديدة في الكرير في المهنة بتاعته مهدد للحياة مسألة حياة موت بلا حياة وعندك كلمة اساسية في المنهج تخلي بالك منها طيب نيجي هنا ايه دا سور السين العظيم اوه وصور الفول دا جريت والوف تشاين ويبقى كما وان وكمان ايونسكو والد هيريتش صايت احد ما وقع اليونسكو للتراث تيمتد ايونسكو ايونسكو يبقى لئيم فيجيب لك one of the most famous لاند مارك ولا لاند مارك يبقى كده سألك جرامر وفوكاب احيانا بيسوه اللقم دا طبعا احنا بس مش احنا اللي اتدعك علينا دا سور السين العظيم طب رقم عشرة the meeting several important issues عايزي وليه يعني الاجتماع اثار عدة قضايا هامة issues يا جماعة تيجب معنا قضايا مسائل امور مشكلات يعني اقولك environmental issues قضايا بقي او مشكلات بقي يجب التصدي لها تناولها مواجهتها كده يعني ف اه يبقى انا الاربع افعال اللي بيعملوا مشكلة بتاع اريز يا جماعة اريز 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 انا اعمل لك الشرح بتاعهم في اخر الملف بالتفصيل ارجوك ركز فيهم بيحبهم اللي بيعمل الامتحانات وحبا اجيب لك اقول لك اديلو ريز اديلو ريز اديلو اراوز وربنا يستر طيب انا عايز ايبقى عشان افرق بينهم بطريقة سهلة يا جماعة جدا اشوف الكلمة اللي انا هاختارها الفعل اللي هاختاره جاي بعديه object مفعول ولا لا هنا جاي اهو several important issues ده object المفعول بتاع الجملة انا عندي اتنين ييجي بعديهم مفعول واحد موجود اهو ريز 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 issues يطرح قضايا يثير قضايا هتلاقي في الشرح ان ساعات يقولك ريز suspicions يثير الشكوك وتيجي عند اراوز يثير برضي يقولك اراوز suspicions خلاص متعودش تسألني ما انتعارف كده الاتنين ينفعوا فلو فيه suspicions شكوك في الجملة متعدد الطوابق وفيه بلد متعددة الطوابق ملتي كالتشورل متعددة الثقافات لان طالما فيه جنسيات فكل جنسية لها ثقافة قصة بيها وبالتالي نيويورك جماعة ملتي كالتشورل سيتي طيب ودي نيويورك هو اشهر حاجة في تمثال الحرية طبعا statue of liberty are usual انا اشرح دول معلش يا جماعة عشان كل ما بتيجي في جملة شوز الطالب بيطلق بطلق بس مش واضح الفرق بين legend وfable وmyth دي بوهم قصائد ملهاش علاقة يبقى انا اللي هميني افرق بين التلاتة دول legend وfable وmyth جماعة بص جماعة legend بتبقى قصة عن شخص حقيقي يعني ده صورة من فيلم بتاع كينج ارثر الملك ارثر بتاع انجلترا ده ملك حقيقي كان موجود في فترة تاريخية معينة وبعدين وتروى عنه قصص رهيبة طب يطر القصص دي صح ولا محدش يبتأكد يعني عبارة عن قصة عن شخص كان موجود حقيقي في فترة ما في التاريخ ولسنا متأكدين من مدى صحتها ده اسمه legend طب legend ممكن تتقال على شخص عايش اه محمد صلاح از يقولك ايه a living legend اسطورة حية اسطورة عايشة وسطينا بنشب عمال الود وهكذا على حد يعني مش لازم محمد صلاح طيب ده legend يا جماعة ايه الفيبل يقولك قال الارنب يوما للسلحفاء اتسابقين يا السلحفاء قالت له نعم يا ارنب طب وبعدين وفضل الارنب يجري وبص ورا القصة موجودة في الكتاب بتعلم داسا جماعة مش أنا اللي بألفها الارنب يجري ويلقى السلحفاء هو السلحفاء بقى ماشي بطء السنين بدأ الارنب قال ده أنا ريح شوية قاعد يريح راحت عليه ريح ريح للآخر بطلي زاكر السلحفاء سبقته في الآخر وهي اللي فازت ده فيه القصة بتعلمنا ان احنا ما نستهنش ليها مغزة جماعة فيها مورل فيها مورل فيها درس اخلاقي فيها مغزة معين عايز يعلمنا حاجة معينة لا تستهن بقدرات الاخرين لا تتزاكع على الاخرين فربما الاخرين خلاص بقى مش قصة عايزين نخلص الفيديو مث مث يا جماعة ليها معنايين مهمين ايه هما مث اسطورة قصة خرافية غلط انا ايسف يا جماعة انا دايما حتى في الفيديو بتخيل ان فيه طلبة قدامي ازاي ما كنت بعمل من سنين لما كنت بشتغل ف المث عبارة عن قصة خرافية زمان يا جماعة الصينيين لما كانوا يحصل كسوف الشمس شايف الصورة دي فيها تنين ده تنين ودي الشمس اهيه ف الصينيين كانت معرفتهم العلمية مش زي دلوقتي بقى العلماء عارفين ازاي الكسوف بيحصل ان الامر بييجي بين الارض والشمس فيحجب دوق الشمس عن الارض طب وبعدين لا من الاف السنين يقولك التنين اهو اهو الشمس بدأت تختفيه التنين بيبلع الشمس وبعد ما ينتهي الكسوف بترجع يبقى التنين ساب الشمس تاني بدي قصة غير حقيقة استخدمت في تفسير ظواهر طبيعية طب ممكن لها معنى تاني مث اه لها معنى تاني حديث بقى يقولك اللي بتقوله ده مث يعني ده فكرة خطئة يعني شوف انا حططلك هنا انا مش عارف اقراءها اساسا بيقولك كلما كانت فترة التمرين اطول كلما حصلت على نتيجة افضل وفيها جرامر دي استخدام كلما كلما مع الصفة المقارنة ودي فكرة غلط المشكلة مش في نوع مش في طول التمرين اما ليه الحقيقة دي التروث بقى يبقى مث وعكسها تروث الحقيقة ان العامل الاكثر اهمية ممكن تكبر انت الصفحة عشان تقرى الكلام هي نوعية التمرين مش المدة بتاعته وعرف ديوريشن يعني مدة كواليتي يعني نوعية شرحنا الفرق بين ليجند وفيبل ومث مش هتنساهم لو جي فيهم سؤال تحلوا صح طيب نيجل اليابان يا بوي على اليابان كوكب اخر يا جماعة تروفل ستوجي يابان هتنساهم مدهشة 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 مذيج مدهش بلند وجاي منها بلندر خلاط مدهشة مدهشة احنا مش عارفين نعمل حاجة مدهشة طيب طيب وبعدين ندعوكم حفلة التبرعات السنوية استخدم من فضلك الاستمارة المرفقة للرد لإنقاذ يا ساتر يا رب دي لغة منيلة لتوضح ان كنت سوف تحضر الحفلة ام لا ده لغة رسمية ومنيلة ب60 نيلة طيب السؤال التالت بيقولو ايه اه انا دخلت الاتنين في بعض من دواعي سرورنا ان ندعوكم الى من فضلك استخدم استمارة الرد عشان توضح اذا كنت جاي ولا لأ الاخيرة لاتمينو عرفني اف يوار كامنج يا سيدي بيت مورو مورنينج على بقر الصبح هيا دي اللغة غير الرسمية جماعة اللي مستخدم فيها سلوب سهل ما فيش حاجة مستخدم فيها الاختصارات اف يوار كامنج فدي الاسلوب الصح ودي الاربعة موجودين في الكتاب يا جماعة جبناش حاجة من بره وبيسألك في اللي موجود في الكتاب بالنسبة للمهارات ان شاء الله فانا تقلق ولا تنزعج بما هو موجود في بعض الكتب من خرافات مثل ايه كلام فاضي طيب ملاحظات هم هم الكلمتين اللي انا قلتهم يا جماعة في الفيديو وش وماضي تام تدي معنى رجريت وانا جي ادي بص الجملة اهو وش وماضي تام فين وش وماضي تام وش وماضي تام من في او they wish they hadn't spent بيندموا ان هم صرفوا الفلوس يبقى they regret spending طيب وش وماضي مثبت يبقى regret not وانا جي ايوش هدلسن دي ردك تسمعت ناسحة بابو عملا يقول زاكر i regret not listening طيب بعدين استخدام already في السؤال يا دول على الدهشة انا قلتها دي وشرحتها وانا راجع ضمير الواصل بقى كويس في الواحدة 11 عشان ما اطلع بوضش خلي بالك من استخدام الافعال الافعال دي مع raise و raise و raise هتفصل بينهم اتنين بيجي بعدين مفعول اتنين ما بيجيش بعدين مفعول والاختيار بعد كده توقف على المعنى تمام raise 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 بدون مفعول طيب وبعدين a raise بدون مفعول طيب وبعدين raise z مع مفعول طيب a raise مع مفعول فيبقى اتنين بمفعول واتنين من غير مفعول بتشوفوا الجملة فيها مفعول واتختار بين اثنين واتختار بين اربعة اتمنى نكون استفدنا من الفيديو بالتوفيق ان شاء الله يا جماعة